قصة أكبر بارو المخدرات مرت في التاريخ كانوا سابق أغنى رجل في العالم في العادة تيالو وأكيد ستكون معلومة غير احتمال كبير يكونوا الأول ما زال الفلوس تاو كنت تلقى لحد الآن في كولومبيا كانت عنده سلطة وشهرة كبيرة في البلاد يتحكم أي حاجة فيها كانت تجارتاو خدمة زماني أنحاء العالم وكذلك في المغرب ومعلومات تقول بأنه قتل أكثر من 3000 شخص في الكارير تاو حققت القصة تاو كاملة ستكون فائد الفيديو من الولادة تاو إلى وفاة تاو ستطلب بطيق منكم والاشتراك في القناة ونيك الفيديو ومرحبا بكم في قصة أنا بابلو إيميلو إسكوبار غابيريا في 1 ديسمبر 1942 كولومبيا ستكون بابلو إسكوبار من عائلة قدرنا نقول لها فقيرة مادية من أول وعلمة وأب في الله تركي ديباني مع الوقت بابلو ستكون فائد العائلة وكبر وهو ناقصها من حاجة بابلو لا يوجد ذلك الطفل المعدد وذلك الشخص الذي يريد القناة من الصوره يخرج لها وكيدل المشاكين سرعان مبدأ بابلو يبعدنا من المدرسة وبدأ بيئة اهتمامه واشياء أخرى لإنحلافه الإجراء في بداية السببه كان بابلو ليس يساو فيروس وكيدل المقبرة وكيدل الشائد على القبر والذي في الأغلبة الأحيان في المقبرة يكون الشائد من نوع ذخام وكان يبحث ثمية على الشخص الميت ويعاود البيع في ذلك الشائد وقعد البلان يدخل لي قليلاً ولكن لا يوجد ذلك الشخص الذي يتمح له وبدأ يفكر كيف يبدل الحرفة لأشياء أحسن ويدخل ليه فلوس كثيرة و أحسن شيء يطلق في باله هي السرقة بالسطر المسلح كان يشعر الفردي ومطور وكارغول وهذا هو المطريات لكي يبدأ الخرمة وكيدل المطور ويقصد لهذا في سرقه أول محال الذي سرقه كان يظهر الفردي ومتعدي من القتل يأخذ ذلك الشخص الذي يبغى كيف يشف حاله؟ والعملية لم تأخذ من وقته حتى دقيقة وقت قصير وفلس كثيراً من بعد الكثير من الصريقات بابلو قرر برشي كبر مشروعه ويدخل معه ودعمه وصطعبه كان واحد يمكن أن يكبر المطور وكيف ينزل السق فالقادية أصبح مدخوله أكثر من قبل بقاتل العملية مستمرة لعدة شهر ولكن بابلو كان ديمة طموحه أكبر من الخيال اسكوبا قد يجعل مع شخص مهم في تجارة السيارات وكانت اتفاق منه وأن ذلك الشخص يبيع شخص أي كليان يجعله الدوب لتحسيره على طموحه والخطة هي الدوب لتحسيره ويعطيه البابلو ويعطيه حتى العنوان على ذلك كليان وإسكوبا قد يسرقها ويبيعها والرباح يفتي في يفتي كان الخطة عبقرية من البابلو وكان طريقة السرقة أن البابلو يدعم دول مور طموحه قد البابلو لديه عدة أشهر حتى أن هذه الجناعة يتشد فيه وهو يستقع حد السيارات وهذا الشيء يقعه هو يرنع في بداية العشرينات من العمره فهذا يتشد إسكوبا قد يدخل للسجن وقبل عدة أشهر وهو في السجن يتلقى مع مجنمين من نفو عالي وهذا يخرج من بعد أفكار إجرامية من العالم آخر فهذا يجعل بابلو وهذا يرجع سرقة السيارات مع ولد عمه وغوستافو بقى غير فنس طومين ولكن ديما كان طموح أكبر من الخيال وهو يستقع طمو بلد أرى أن السرقة السيارات في مدينة مدينة كثيرة و 17 شفارات في مدينة كثيرة و 17 شفارات في مدينة كثيرة ونعمل على بابلو في رجالة نامية يبيع تأمينات للناس لكي تتفروا لا تفهمك هذا ما أشرح لك عندما أنت عندك طمو بلد وعرف أن السرقة وصلت على مدينة كثيرة و أحد دراجة لا تتصورك وانت بطبيعة الحال خايف على طمو بلد عندك بابلو أعطيك تأمين تلك ويقول لك ما ما لدي تأمين تلكي خائبة في مدينة وكل شيء يخاف منه وكل شيء يحترم أنت ترى تشوف حتى تعيب وهذا تشتري من عندك تأمينات وإذا تسرق عليك طول بلدانك ستبسي عنده ويرد تاري وهذا سيت دراجة بابلو حيث تعدو الصمع خائبة في مدينة وكل شيء يخاف منه ومن نور آخر من الإجرام هو يخطف أي شخص يخطف بابلو لكي ترسل في بابلو شي فلوس وعندما يخطفه يطلب عنه فدية ومع الترائي بتاعه التعامل الذي يقوم بها بابلو وفي أغلب الأحيان عندما يعطيه الفلوس يقشل الضحية ويروحه وهذا الشيء يجعله عبره لأن أي شخص يغرب منه وهذا الشيء هو أن يجعله بابلو وكل شيء يخاف منه وحتى شيء يستطيع أن يقرب لي سكوبارشا فراثه في ذلك الوقت بأن عملية الاختطاف كانت فيها فلوس كثيرا وقرر أن يطلع النيفو ويخطف شخصية مهمة بحرجاء الأعمال وحتى الواحد من نور سيخطف بابلو رجل أعمال كبير في مدينة مدينة وهو ديغو خافيرا هذا الصعاد كان نباس عليه وفي نفس الوقتها كان مكرود من طبقات العمال لم يكنوا كيف يحملوه وفي الخطف بابلو وطلب الفيدياتار ومتع خمسين ألف دولار في ذلك الوقتها كانت القيمة تعلعب كثيرا كان كل شيء يبغى فيه واخكك بابلو وشد الفيدياتار مع العائلتها ديغو ولكن اسكوبار مردس ليهم ديغو خافيرا وقتله أولى حفلوات وذلك اللحظة أصبح بابلو محبوب عن طبقة الفقيرة أو طبقة العمال بابلو كانت عنده مقولة شهيرة ديما كان يقولك أقسم أنني لن أموت فقيرا بالنسبة لي فالرب في المكانات الأولى لكن إن أمعنت من النظر إن المال قريب جدا من الرب في سنة أفض ساميو ثبير رفقة ودعمه وغوستافو وهذا ودعمه كان عزيز عليه بزداد وكان ديما هو وفير بابلو وكان أوليد لي من تاو وهو ما بجوش بدأوا بتعريب مخطيرات وبابلو في العمر 21 عام فقط وفي نفس الوقت كان بابلو حائل شخصي لألفريدو غوميز هذا ألفريدو هو أكبر تاجي المخطيرات في ميدين بأن بابلو كان معقول في الخدماته وكان ديما خدمة سعب وجمع بزدار الفلوف وفي سنة أفض سعبه سيكون عصابته وليسميته ميدين كارتين وهو كيتاجر في الكوكيين وهو في العمر فقط 29 عام هذا الشيء ما دامش بزدار حتى تددو بعض الرجال بابلو من طرف الشرطة وهذا إسكوبار يريدو بوريس ولكن الشاف كان رجل شريف وما قبل الرشوة واستقشد حتى بابلو مع الرجال وهذا الخبار شهرات واحد ثلاجة كبيرة بزدارة في البلاد بحيث أول مرة كانت تحب الصورة بابلو في الجرمان عند الصحافة أصبحت كولومبيا وكل نوع من طرف إسكوبار ومن بعد ستجد الخطة الثانية بابلو هي إرشاء القاعدية ثانية مهكامة تحولت المحاكمة من ذلك القاعدية إلى قاعدة آخر وهذا القاعدة الآخر قبل الرشوة إسكوبار ومن بعدها تخرج بابلو والرجال توعه أول شيء ما نرى من بعد الخروج هو قتل ذلك البوليسي كان يشده أول مرة وإذا تقتل يوجد بوليسيين آخرين لأنه تعاملوا مع خيب ومن بعدها جاءت الضوء على القاعدية لأن كانت قفضت الرشوة توعه بابلو كانت عنده جملة شهيرة في الخدمة توعه من البوليس اللي هي اختار الرسال أو الفتا أما تقبل رشوة توعي أما قتلك ومن بعد ما شاف بابلو بأنك شرط طلب عن نعوة المخدرات توعه في أمريكا بابلو غاديمشي عند أكبر بزناز في كولومبيا اللي هو كارنوس ليدينغ وقال ليه خاف ندروا واحد طريق تكون سريعة من كولومبيا الأمريكا وتكون مضمونة باش نحاولوا أكبر كمية ممكنة من المخدرات إلى أمريكا تلتمية وخمسين كيلومتر هذه الجزيرة كانت هي سطوك توعب بابلو كان فيها مطام صغير تاع الطائرات وميناء تاع القوارب وغوصات وفنادق بتيحول أطمام تاع المخدرات من جزن البحر باس إلى أمريكا وعلى الطائق كانت مزيانة ومربحة ودرجة لا تتخيل وفي سنة 1977 إسكوبار سيفتح مختبر تاع الكوكييد في أدغان الغائبات كولومبيا والهدف دياله وهو تحسين الجودة على المخدرات القادمة من بيرو وبوليفيا كان عايش الحرية أدغال كولومبيا وهو الشراكاء وكالكي هرب حوالي يتبني الطعمين المخدرات الشهرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومن مراعاة التعريب يدخل فلس كثيرا وفي سنة 1990 أصبح بابلو ملياردير في العمر 26 عام فقط وفي هذه السنة قرض باش يشره واحد القطع الأرضية التي كتب نظر مساحة 20 ألف هكتار وهذه القطع الأرضية تبنى هناك الدار أو يسمى 20 ألف هكتار وفي الباب المزرعة أول ديانة كان هرب فيها الكوكيين إلى أمريكا كان بقي خلاكة تذكرني هنا عصابة عندما تدخل المزرعة أول شيء كتبني هي الحديقة الحيوانات التي فيها جميع أنواع الحيوانات الموجودة على سطح الأرض كان بنا فنادق ومسبح وجميع أنواع الترفين موجودة في العالم كان معروف عن بابلو أنواع أكرم شخص في كولومبيا كان معلي بزارة في العائلة وجميع الناس الأقرابين لي كان يعطيهم أي شيء قبل بيحل الفوم كان يشري أي شيء وليس يخدمون في تامان والرجل الوحيد في العالم لما يتاوش على تامان عصابة ميديين لبابلو كانت تدخل 25 مليار سنويا والتي كانت تسيطر على سوق المخطيرات في أوروبا بنسبة 80% و90% في أمريكا كان بابلو في أمريكا وكيف كان يخدر دولنا كلها كانت تفكرة جيدة أمريكا وكانت تخطط كيف تشد بابلو والدخل الحبس عنده ولكن البطار المضيين يسابقهم بخطوة وأي تحرق تدروا الولايات المتحدة الأمريكية كانت تلقى في خبارهم أمريكا فاستفتت الرجال على كولومبيا لاحظوا بأن بابلو كان محكم جميع القاعدة والمدن المتواجدة في كولومبيا كانت عنده سلطة كبيرة كانت عنده سلطة نخيانية لكن عبدوا الرئيس تعدول أكتم الرئيس براسه نيش وكان ذيبك يقول واحد العبارة نصف العطاج ستتركونا نعملوا بتجارتنا وستغمدونا عيونكم وتمضونا قدوما في مصالحكم الخاصة مقابل ذلك فلكم من المال ما أردتو أو لكم هل تختاروا منطقة ملائمة لقبوركم وفي سنة 1980 إلى سنة 1980 كان هدو ومسانوات تصفيات الحسابات للبابلو كان يقتل أي واحد كان ينتاقده منهم رؤساء والبوليس والصحفيين والمواطنين وفي أول خلال سنة 1980 قرر بابلو أن يدخل السياسة ويكون عنده حصارة ديبلوماسية وتخلي مجلس النوع عن طريق حزب وليبرالي الشراك وفي الفترة الثانية حزب اللي كان فيه بابلو اسكوبا اللي بق جميع مشطالبات سكال الأحياء الفقيرة وبلانهم دينة مجدد وبجميع الشهيزات وكنشرة لدي تعقلات القدم وهذا الشيء كامل وبابلو وعنده العقلية تشجار هذا الشيء لكي يكسب تقيقة عن الناس والحب وفي فترة الحزبية بابلو كان يمشي حتى الأمريكا ويتصور قدام البيت الأبيض بحل إذا كان يستمر من الأمريكا ويقول له أنا قدامكم وما تقدر تديره حتى كانت عنده حصارة ديبلوماسية بابلو كانت عنده شعبية كبيرة في جميع أنحاء كولومبيا وحتى في الدول المجاورة وهو أحد ضراجة كبيرة بالسافة وفي ذلك جنون العظامة ديالو بابلو كانت عند الحرب على الدولة وبدأ كان يقشف السياسيين ومن بينه وزير العدالة رودريغو لاروبينيو وفي نفس الوقت كانت بابلو عند الحرب على الدولة كانت العصابات تعب بابلو وبدأت الحرب مع عصابات أخرى في نفس الدولة وحتى غيره عادة نفود كبيرة وهي عصابة كالي وكان الخنافة تعم ونقيتها في السوق ونرى كيف ستحكم وفي الضبار وقاء على الجنود المتمردين وكانت تجدوا على رأسهم اسم بلويس بيبس لتخيل معي عصابة كلها فيها غنى ساكرية وكان العدف تعب وقتل بابلو والعصابة تعب وفي واحد الفترة في البلاد نهت الحرب وكان الأطراف تعاد الحرب هي عصابة كالي وعصابة ميديين وفي واحد اللوقيتها كولومبيا طلع لاتشي في الراس واستعانت في الولايات المتحدة الأمريكية وأي واحد تد كانت تجن في أمريكا ولكن عصابة اسكوبار وعصابة كالي كان عندهم مبدأ مشترك وما يقدروا يموتوا في كولومبيا وما يتحبسوش في أمريكا وفي سنة 1980 كان صنص بابلو كالسابق أغنى رجل في العالم فهذه السنة لأن الحرب مباشرة على الحكومة وكان العدف تعالي واغتيال المترشح تعالي الرئاسة من الحزب اليساري من كولومبيا لويس كارلوس غالانا وكانت محاولة واحدة فقط قدر بابلو اختم المترشح وفي سنة قدر بابلو ينزل الطائرة بقنبولة في السماء ولكن ركابه حوالي مئة وسبعة مسافر وكان العدف هو اختيال المترشح واحد فقط ولكن مع الاسف لم يموت سيزار خفيرا لأنه لم يترك في الطيارة ومن القدر سيزار تكون رئاسة البلاد مباشرة والخطأ اللي كان تحفي بابلو هو أنه في الطيارة كان راكبين جوز سياح أمريكيين وهذا هو اللي ستعالي أمريكا وفي لحظة واحدة بدأك يشعر اسكوبار بأنه الماعش يكبر عليه وبدأك يتفاوض مع الحكومة وفي سنة 1991 فكانت عدد بابلو 42 سنة قرر باش استلم راسه لحكومة الكولومبية والشرط هو ميت سيفرات الأمريكا وهو ابني السجن برأسه والبوليس ما يقرب من الحبس 30 كيلومتر في الحقيقة هو ما بناش السجن وهو ابنق جدار يحميه من العصابات ومن البوليس وبحيث السجن كان فيه جميع أنواع الترفيه كان فيه تيران تالكورة عذيقة الحيوانات صالات ريادية حمام جاكوزي يعني كان يعيش كل ملك وسط الحبس بحيث كانت بابلو كان يستاذف في الحبس جميع أنواع الليساء الجميلات في كونوبيا وكان يستاذف في السجن تشجارة المخدرات الذين ينافسوا في الدومين وكان يشرب معهم شراب وفي الآخر يقتلهم كانت بابلو ورجل تكيب جزاف ويعرف كيف يكسب التقيقة بنادة ومن بعد هذا الرفاية ومن بعد تعاونت الحكومة الكولومبية والحكومة الأمريكية وبعض العصابات الكولومبية بها عصابات كارلي باش يطيحوا إسكوبا ودروا جائزة القيمة تاعها حوالي 6 مليون دولار على أي واحد تقدر يجيب الغراث تاعب بابلو أو يعطي معلومة تقدر تعاون السلطات بالإمساك بابلو وفي سنة 1992 درت الحكومة الكولومبية حوالي 20 ألف تفتيش عن بابلو في جميع أنحاء كولومبيا وفي جميع أنحاء كولومبية كان المخابرات الأمريكية كتب الاتصالة الاتفية تاعب بابلو وكان رأيته في مدين وسمعوه في الاتف من قبل وفي واحد اللقطة رأيته من الشرجم وفي الحال طوقوا المنطقة ودخلوا على بابلو وعلى الحياة السلطات الشخصية وقدروا يقتلوا الحياة السلطات الشخصية ويتبروا بابلو ويقتلوا فوق واحد السلطات وكانت هذه نهاية بابلو إسكوبار المأساوية بابلو كان الهمتعوه الوحيد وإخناج العياته وبرى البلاد لكي يحميهم من العصابات المعادية وكان عادر مع الكثير من الصفارات لكي تتعاونه ولكن كان رفض مسيطرة على الموقف أنا قلت كما كانت العياتات بابلو تطير عليه عاقة للمشاكين ويخاف لي الواحد الدراجة وكما كانت الحكومة معاونة مع العصابات كان بابلو قدر يفوق المشكل في سمالة أو الجهة ولكن هذه نهاية بابلو إسكوبار أكبر تاجر مخدرات مرة في التاريخ قدر يحاق فلوس وليس يدفل بنجو قدر يحرق دول على قبل عواية ولكن كما نقلوش هذه الأطراف كما كانت عصابات كاري وعدة عصابات تابعة بابلو والسيطرة للسوق وتربح كثير من بيع المخدرات في أمريكا كدر نرى نهاية أخرى بابلو إسكوبار في السنوات الأخيرة كان صدره بزاف تعالي دي كومنتر وبزاف تعالي الأفلام قبل قصة بابلو إسكوبار وأشعره سيطرة ناركوس في شركة نيتفليكس وكان أغلب المشاهدين في كولمبيع وفي المدينة التعميديين يقولوا بأن السيطرة كنلوك وجعبوا ذلك شيء لابشوا صورة بابلو وخلعنا معرفة كله أن بابلو إسكوبار هو أكبر مجزي بشعال مخدرات مرة في التاريخ وأنا جبت لكم الحقيقة على القصة كاملة وما تنسوش معكم أبوني لايك الفيديو وأي واحد أجبوا الفيديو يعبوا تسيبورتيني في كومنتر وتلقوا الفيديو الجيد إن شاء الله ورمدان مبارك كاري